لأن في مهارة مفتقدة اللي مهارة ايه؟ التوافق على الأدوار الزواجية في حد يقول هو احنا محتاجين نتفق على ده اقول لكم اه اه اللي تلت أسباب السبب الأولاني تغير الأداء الحياتي في حياتنا في حد أدواره زادت وفي حد أعباءه زادت أدوار المرأة زادت وأعباء الرجل زادت يبقى احنا محتاجين نتوافق ادي اول حاجة الحاجة التانية ان احنا محتاجين نتوافق على الأدوار الزواجية لان بقت حاجتنا متشعبة بقت تفاصيل البيت متشعبة ما بقتش تفاصيل بسيطة زي زمان بقت الحياة مركبة الحاجة التالتة ان احنا في بعض الأحيين بنفاجأ ان احنا بالأدوار دي واحنا مش متأهلين لها فعشان كده لازم مهارة أساسية بقت في البيوت ولازم ندرب عليها المقبلين على الزواج وانا عن نفسي بعمل كده انا عن نفسي لما باجي بتكلم عن المقبلين على الزواج بخليهم يتفقوا على الأدوار الزواجية لما يجوا يستشيرون المهارة دي بتحتاج مننا ان احنا نبقى عارفين ان اكتر وقت عن نكون محتاجين نتكلم عن المهارة دي سنة أولى جواز او حديث الزواج وبتستمر معنا مدة طويلة يعني الاتفاق على الأدوار الزواجية مهم جدا جدا بيفضل معنا والخلل في الأدوار الزواجية بيخلي في بعض الأحيين حالة من حالات الاحساس بالحق والظلم بين الطرفين بدون داعي انا شيء اكتر مما اتحمل لكن لو توفقنا الكلام ده بيخلص ايه بسرعة وعشان كده في البداية محتاجين نوضح شيء مهم جدا 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 احنا عايزين نتعامل مع الجواز كنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ويهي اللي بيحصل وبنتأمل فيها فشريك الحياة معنا ممكن يفتح لنا باب عالم جديد عالم احنا ما نعرفوش اللي هو عالم الرئة والمحبة وعالم الود والتودد والسكينة والرحمة ده اول حاجة اللي لازم نلتفت اليها الحاجة التانية اللي لازم نلتفت اليها مش هينفع نوزع الأدوار الزواجية واحنا بيقوم الأمر بيننا على الصراع او بيقوم بيننا على حالة من حالات التنافس لكن الأدوار هتتبني على مسألة المحبة على أن ده حبيبي ودي حبيبتي لكن مش هينفع أن الأدوار نحطها على أساس ايه؟ على أساس أن ده عدوي والمنافس بتاعي وما ينفعش أن هو ياخد أقل مني أو ينفعش أن هو ياخد أكتر مني الفلسفة دي ما تنفعش ده فساد وأكتر حاجة الجواز بيفتح عنا أنك تدخل عالم من العبادة جديد اللي هو العبادة في الإنسان فيبقى الست شايف أنه جوزها والراجل شايف أنه مراته محراب عبادة يعني إيه محراب عبادة؟ كل واحد فينا بيعبد الله في التاني ده الأصل التالت يبقى الأصل الأولاني إحنا محتاجين نعرف أن الجواز نعمة الأصل التاني إحنا محتاجين ببساطة نكون مع بعض أحبة مش أعداء تالت حاجة إحنا نعنبض ربنا في بعض ودي حاجة مهمة جدا نشوفها بقى في حديث رسول الله عليه وسلم لما كل واحد يعتبر زوجته وهي تعتبره أن كل واحد فينا محراب للتاني لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خلى لنا التعامل مع الزوج والزوجة أعلى درجات العبادة خيروا درهمون تنفقه على أهلك يعني إيه؟ يعني أنا لو حطيت الفلوس ورسول الله سلام يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني اللي عايز يجلس جنبي فعليين يكون خير الناس لأهلي يعني ما يبقاش زي القرع بيمدي البر اللي عايز يقعد جنب حضرة النبي يقعد مع حضرة النبي وهو من الأخيار في بيته يعني أنت لو كنت عايز تكون من الأخيار تعمل عمل في حياتك تجبر خاطر مثلاً إيه؟ تجبر خاطر أهلك يبقى لو كان عندك الخيار أنك تعمل نفع وأنك تجبر خاطر زوجتك فتخرج معها مثلاً وإنت أصب بذلك أن أنت تدخل السرور على قلبها وتحسسها بنعمة ربنا عليها مش أنك أنت بتمنى عليها لا بنعمة ربنا عليها في الجواز أو أنك أنت تروح تعمل النفر لا 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 في المطلق كده دوت أن أنت تخرج مع أمراتك وتدخل السرور على قلبها ده أولى من العباد النفر